بعد وصوله إلى العاصمة المالية باماكو توجه مبعوث رئيس المجلس العسكري الانتقالي رأس الدولة الفريغ محمد إدريس ديبيتنو إلى مالي وزير الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلم الله توجه إلى القصر الرئاسي بمالي هاملا معه رسالة خطية إلى الرئيس الفترة الانتقالية بمالي على قيد عاصمي جويتا من نظر هتشادي الفريغ محمد إدريس ديبيتنو وعفقا للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية عبد الرحمن غلم الله إن محمته بمالي تكمن في تعزيز الألاقات بين شهاد ومالي وسبل تقويتها كما أن وصول غلم الله إلى مالي جاء بعد انسحابه أهذه الدولة الشقيقة بمجموعة الساحل الخمس التي تعد عضوة أساسية فيها وبهذا الشعر قال مبعوث رئيس الجمهورية نحن نتفهم سبب انسحاب مالي بمجموعة الساحل الخمس ونود أن نؤكد للجميع بأن شهاد ومالي تربطه مع علاقات تاريخية وتواجدنا هنا يؤكد من جديد استعدادنا للعمل سويا في كافة الأصئلة وعضف عبد الرحمن غلم الله بأن الرئيس المرحلة الانتقالية بمالي عصم كويتا أكد استعداده لمواصلة علاقاته السنائية مع شهاد وقدم شكره إلى نظره شاريه الفريق محمد إدريس ديبيتنوم الذي وقف بجانب الشعب المالي من خلال محماته العسكرية التي ساعدت في تحرير مالي وهو أمر لا يمكن نسيانه لأن شهاد ضحت بأبنائها من أجل مصلحة بلاده وخاتم غلم الله خطابه بالقول نحن لا نفقد الأمل في أن تعود مالي إلى مجموعة سهل الخمس وستبزل الحكومة الشارية قصر جهدها لكي يتحقق ذلك لتواصل مجموعة سهل الخمس مهمتها المتمثلة في مكافهة الإرهاب بكافة أشكاله ترجمة نانسي قنقر